تعال أقول لك على سبع حقيقة عن الأسود أعتقد أنك مكونتش تعرف ولا وحدة فيه الحقيقة الأولى الأسود حيوانات بتعيش في قطعان ولازمهم رئيس وكمان الرئيس ده لازم يكون من الزكور فتفتكر بقى إيه اللي بيحدد الزكر المهيمن عن باية الزكور أنا أقول شايف العرف اللي حوالينا رأس الأسد ده هو اللي بيحدد إذا كان الزكر هيبقى مهيمن ولا لا لأن الأسود مش بتتولد بيه ولكن بيبدأ في النمو لحد ما يوصل طوله كأقصى طول 16 سنط واللي طول العرف عنده أطول هو اللي بيقود القصية ومش بس كده لكمان اللي العرف عنده لونه أغمى هو اللي بيبقى مهيمن أكثر الحقيقة التانية زي ما قلت لك في الأول أنهم بيعيشوا في قطعان ومعظم القطعان دي بيزقروا مع بعض زقرة أسد واحد ممكن تسمح الزقير ده من على بعد خمس أميال كاملين الحقيقة التالت الوسود بتحب تصطط في العواصر أو الله إذن بقول لك كده يعني أول لما العاصفة تقوم والصوت يعلى والرياح تشتد يبدأوا يتحركوا لشان صوت العاصفة بيغطي على صوت حركته وبالتالي بيبقى صعبة على الفريسة أن هي تعرف أنهم هيهجوموا عليها الحقيقة الرابع فاكر لما قلت لك أن الزقر المهيمن دايما بيتحدد عن طريق طول العرف ودرجة الغمقان في لونه أنا جاي بقى أقول لك أن درجة الغمقان دي بتزيد كل ما العمر بيسيب وكذلك الطول فبكده نستنتج أن في الغالب الزقر المهيمن بيكون أكبر زقر في المجموعة إيه الحقيقة الخامسة الأسد زيه زي السلالة القطاطية كلها ممكن ينام لحد 20 ساعة في اليوم واتكلمنا عن الموضوع ده في نوم القطط الزيادة بالأخص في فيديو خاص تقدر ترجع له ويعمل لايك وسبسكرايب بالمورة إيه الحقيقة السادة كعب الأسد مش بيلمس الأرض نهائي وهو بتحر وإيه بصراحة كانت غريبة بالنسبة لنا شخصية الحقيقة السابعة وهي المؤلمة إن الكائنات دي مصنفة على إنها نقطة ضعف يعني موردة لفقد الموئل ومكان المعيشة لإن عدد الأسود الموجودة في العالم كله حاليا 46 ألف بس ولو إنت شايف الرقم ده كبير فحابب أقولك إنه مش رقم كبير ولا حاجة ده رقم صغير خالص وأغلبهم بيكون في جنوب وسط أفريق وبس كده يا سيد لو وصلت للنقطة دي فأنت راجل محترم وحاب حقيق جدا وتنساش اللايك وسبسكرايب وترشح القناة دي لإصحابك لو هي بتقدم محتوى مفيد من وجهة نظرك سلام ترجمة نانسي قنقر